بكرة هي جنك يا رفيقي مراويح مع المسار اللي عليها الدلائل من القيصمة واللبطين بتلميح على ديار علمها بل جمايل فرخات حر مدعت للملويح ولاهجنت بيد عالم فصايل تاخذ عشاها فيه كفوف جواريح لا من تبين جول صيد قلايل هدت وصادت للهدادي مشافيح حوق العنيد وضربها بالهوايل مرحبا في ذمتي بالله أني صادق مرحبا الله يحييهم خياني متابعين قناة الصيد والمقناص حياة كافية ووافية وأسأل الله التوفيق لنا ولكم جميع إن شاء الله برطين الطيبة والنوادر اللي تسر الخاطر وتسعد القلب في موضوعنا اليوم موضوع جميل وشيق وتمنى منكم متابعة هذا الفيديو للنهاية لا تنسوا من الضغط على زر اللايك الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى كل موضوع بنزل على القناة يصلكم مشعار فيه يا مرحبا الله يحييهم نتكلم اليوم في موضوعنا عن وريد الطاروح نتكلم عن شريان الطاروح نتكلم عن القلب النابض منبع الطيور نتكلم عن تحديد المسار اللي عليها الدلائل نتكلم عن هجرة الطيور موسم الهجرة تحديد مسار عودة للطيور يعتبر موضوع معقد ومبهر إذا ما نعرفه يعني في عالم الطيور الهجرة هي عملية يقوم بها العديد من أنواع الطيور اللي يتنقل بين مناطق التكاثر وبين مناطق التغذية أولا نقول بين مناطق الشتاء ومناطق الصيف نزين توجد عدة عوامل أساسية تساعد للطيور على تحديد مساراتها أثناء هجرتها ونتكلم إن شاء الله عن المسار اللي تسلكه الطيور ذكرت وريد وذكرت شريان المسار اللي رسمته على الخريطة واللي راح تشاهدونه إن شاء الله بعد غليل واللي راح نبدأ في دولة العراق هذا المسار طلع عمركم اللي رسمته من منبع الأساسي للطيور واعتمد فيه على خطين أساسيات الخط الأوروبي والخط الروسي أو جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا هذا المسار اعتمد فيه جمع المعلومات من عدة مصادر أهمها المراكز العلمية والبحثية حق البيئة اللي بتسوي دراسات على الطيور ولا على أنواع عديدة من الحيوانات اللي بتضع أجهزة على الطيور وتحدد مسارها مسار رحلتها مسار عودتها تدرس حياة هذا الطائر هذه المعلومات كذلك الأمر اعتمد فيها من مصادر عديدة كما ذكرت منها الطواريح طالع عمركم منها ما كانت طرح أولى المسارات اللي رح تدخل دولة العراق خوياننا صقارين وطواريح لهم مننا كل المحبة والتقدير والاحترام من بعد العراق ننتغل سوريا الأردن مملكة العربية السعودية فلسطين رح أذكر جميع الخطوط هذي اللي تدخل البلاد العربية وإن شاء الله بتكون قريبة للحقيقة كثير ما تشوفونها خرايط ما بتوضح هذا الأمر لكن أنا رب أرسمه بشكل واضح واعتمد على كثير من المعلومات اللي جمعتها لتحديد هذا المسار كذلك الأمر الخطين الأساسيات اللي راح أوضحهن على الخريطة واللي راح تشاهدونه كذلك الأمر تمثلا بخطين أساسيات لمنبع الطيور الخط الأول اللي هو الروسي أو مثل ما نقول الجمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا والخط الثاني الخط الأوروبي هذين الخطين في بعض الدول العربية يتلاقن الخطين سوى وفي بعض من الدول العربية بيكون خط واحد أساسي روسي ما يشترك معه أوروبي والخط الأوروبي كذلك الأمر بيكون الحالة ما يشترك معه خط روسي فالخطين يا أما بيتلاقن يا أما يفترقن راح نوضح كيف هذين الخطين يتلاقن ورح نوضح كيف يدخل للبلاد العربية نبدرحين طال عمركم بتحديد المسار الرئيسي اللي يتمثل مسارين أساسيات قرب بحر قزوين وشرق بحر قزوين ونركز على قرب بحر قزوين كونه معبر أساسي لعبور الطيور من المنبع الأم من روسيا أو جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا رح نرسم هذه المسارات جميعها طال عمركم وتحديد المسارات الأساسية كيف تعبر الطيور وكيف تسلك الطيور مساراتها من وين رح تدخل جورجيا أو أذربيجان طال عمركم كما ذكرنا هي البوابة اللي راح تكون باتجاه تركيا باتجاه إيران باتجاه العراق وحن موضوعنا اليوم عن العراق هذا الخطة لعمركم راح يتفرأ لثلاث خطوط عبور منها من يتجه باتجاه إيران ومنها من يتجه باتجاه تركيا ومنها من يتجه باتجاه العراق بشكل رسمي رح نبدأ الحين طال عمركم بتحديد أولى المسارات اللي راح تدخل من البوابة الجورجية باتجاه ومحاذاة الساحل البحر الأسود باتجاه الأراضي التركية هذا الخط راح يتفرأ لعدة فروع داخل الأراضي التركية لكن هذه الخطوط جميعها راح تتجه جنوب هذه الخطوط ما راح تكون بعيدة بين بعضها تفرأ لعدة فروع لكن جميع هذه الفروع باتجاه الأراضي السورية راح تدخل سوريا كذلك الأمر طال عمركم تمثل بثلاث محافظات هي القامشري والحسكة وريف حلب الشمالي هذا الخطوط هو أهم خط فيها اللي هو راح يتم متابع مع مسار نهر الفرات راح يدخل نهر الفرات طال عمركم ويتابع مع نهر الفرات لين يصل حدود البوكمال وراح يدخل الأراضي العراقية هذا الخط لعمركم لمحاذات نهر الفرات أو راح يمسك خط ومسار نهر الفرات في منه راح يتجه كذلك الأمر جنوبا داخل الأراضي السورية وفي منه راح يتم متابع مع نهر الفرات كون للطيور تعتمد في هجرتها على الموارد المائية كونها توفر لها الطعوم والغذاء فراح يتم هذا الخط والخطوط اللي راح يتلاقا كذلك الأمر اللي يدخل المحافظات القامشلي ومحافظات الحسكة باتجاه نهر الفرات هذه الخطوط راح تجتمع جميعها بنهر الفرات في منها من يكمل تجاه جنوب وفي منها راح يتابع باتجاه الشرق والشرق الجنوبي راح يدخل الأراضي العراقية هذا المسار من اتجاه القرب باتجاه الشرق والجنوب الشرقي هيتم هذا الخط متابع لين الرمادي نوقف عند هذه النقطة حتى نجمع جميع الخطوط نرجع طال عمركم للخط الثاني اللي هو كذلك الأمر من بوابة جورجيا وأذربيجان هذا الخط الثاني طال عمركم راح يكون بمحاذاة الحدود التركية الإيرانية بشكل مباشر باتجاه الجنوب راح يمر ببحير اتوان ومن بحير اتوان راح يتجه مباشر باتجاه الأراضي العراقية هذا الخط أساس لا راح يدخل الأراضي الإيرانية ولا السورية فقط أنه راح يكون بمحاذاة أو قريب للحدود الإيرانية التركية هذا الخط راح يكون بشكل مباشر باتجاه الأراضي العراقية اللي راح يدخل العراق من الشمال باتجاه الجنوب واللي كذلك الأمر راح يسلك مسار نهر دجلة فكما ذكرت طال عمركم أن الطيور تعتمد في تحديد مسار هجرة عبورها أو اعتمادها على هجرة عبورها في أنها كذلك الأمر تتابع مع المسارات المائية اللي يمتجها جنوب أو قريب باتجاه الجنوب هذه الموارد المائية وهذا الانهار توفر الطعوم توفر الأكل والقذاء لهذه الطيور بكافة نواعها هذا الخط الثاني طال عمركم شريان رئيسي راح يدخل العراق من الشمال باتجاه الجنوب يتم متابع من أول دخول الأراضي العراقية من زاخو باتجاه دهوك باتجاه الموصل راح يتم متابع طال عمركم لين راح يلتقي مع الخط الأول اللي توقفنا عنده في الرمادي اللي كما ذكرت هذا الخط الأول اللي جاي من سوريا هذين خطين رئيسيات الحين دخلا للعراق أتوقف طال عمركم عند نهاية المسار الثاني حتى نجمع المسار الثالث اللي راح يدخل لأراضي العراقية من عدة جهات منها الجهة الشمالية الشرقية ومنها الجهة الشرقية ومنها الجهة الجنوبية الشرقية هذا الخط اللي يتمثل من بوابة أدريبيجان راح يتجه باتجاه الجنوب بمحادات ساحل بحر غزوين هذا من أطيب المعابر بعد اللي يدخل العراق من أكثر من جهة راح يتجه بمحادات الساحل بحر غزوين باتجاه الجنوب راح يدخل لأراضي العراقية من عدة جهات كما ذكرت الجهة الشمالية الشرقية والجهة الشرقية وجنوبية الشرقية هذا الخط طال عمركم كذلك الأمر راح يتفرع لعدة فروع داخل الأراضي الإيرانية منها من يتجه باتجاه الجنوب ومنها من يتجه باتجاه الشرق ومنها طال عمركم من يتجه باتجاه العراق من الشرق باتجاه القرب المسارات اللي راح تشاهدونها أمامكم طال عمركم سواء كان المسار الأول ولا الثاني ولا الثالث المسار الثالث راح يجتمع فيه فرعين أساسيات مع المسار الأول والمسار الثاني وراح يجتمع عن جميعا هذه المسارات بجنوب بغداد واللي تمثل محافظة الأنبار كربلة بابل القادسية النجف المثنى ذيقار أما المسار الثالث طال عمركم راح يتفرع منه فرع ما راح يتلاقى مع المسار الأول ولا الثاني وهيتجه باتجاه الحدود العراقية الكويتية كذلك الأمر أتكلم عن فرع مهم هذا الفرع داخل الأراضي السورية وداخل الأراضي العراقية ومشترك يكون بمحاذات الحدود هذا الفرع من المسار الأساسي اللي تكلمت عنه اللي هو بيكون بوابته جورجيا يدخل بمحاذات الساحل التركي أو بمحاذات الساحل بحر الأسود ويتفرع بتركيا لأنه يتجه طال عمركم جنوبا باتجاه المثلث السوري التركي العراقي هذا المثلث طال عمركم أكثر ما ينطرح فيه باتجاه الجنوب وغريب من حدود السورية العراقية يتابع كذلك الأمر باتجاه الأنبار باتجاه الحديثة كذلك الأمر حتى يتابع مساره باتجاه الجنوب باتجاه المملكة العربية السعودية هذه جميع طال عمركم الفروع وجميع المسارات اللي تكلمت عنها ووضحتها بشكل قريب إن شاء الله تتضح لجميع الطوارية هذه المسارات كما ذكرت ركزت فيها على عدة عوامل حددنا منها طال عمركم المسارات الرئيسية من هذه العوامل كما ذكرت الأجهزة التي تم وضعها على الطيور المراكز العلمية والبحوث حق البيئة اللي يتم وضع فيها أجهزة على الطيور مراقبة طيرانها مراقبة مساراتها كذلك الأمر مناطق الطرح اللي هي كذلك أمر مهم في تحديد مسار الطيور كذلك الأمر المعلومات من خيانا طواريح جزاهم الله كل خير لكن بصورة تقريبية وضحنا من خلالها طال عمركم والمسارات اللي رح تدخل العراق والأفرع كذلك الأمر اللي بتكون داخل العراق وخارج العراق اللي رح تدخل العراق كما ذكرت أن المسار طال عمركم الثالث اللي هو بوابة هذربيجان ودخل بمحادات الساحل بحر قزوين واتجه جنوب ودخل العراق من عدة مناطق منها المنطقة الشمالية الشرقية ومنها المنطقة الشرقية ومنها المنطقة الجنوبية الشرقية هذا ثرع من مسار اتجاه باتجاه إيران هذا المسار طال عمركم كذلك الأمر داخل أراضي إيرانية في منه رح يتجاه باتجاه الجنوب ورح يدخل كذلك الأمر بلدان عربية رح يتكلم عليها فيما بعد ونوضح دولة دولة لكن حنا اليوم موضوعنا عن دولة العراق طواريحة وصقارينها لهم منك المحبة والتقدير والاحترام وجعل فالهم النادر إن شاء الله اللي يصير خاطرهم ويسعد قلبهم أنوه الأمر مهم أن الأنهر من أفضل المسارات لعبور الطير اللي يتخذها الطير أثناء هجرتها الأساسية من الشمال باتجاه الجنوب الطيور دائما ما تعتمد على الغذاء وتدور الغذاء في مسار هجرتها حتى توفر لحالها طال عمركم الطاقة لها وتابع مسار هجرتها فالعراق داخله نهرين أساسيات اللي هو نهر دجلة ونهر الفرات اللي دخل منها المعبر الأساسي والشريان الأساسي اللي راح أتكلم عنه وركز عليه خويان الطواريح هذا معبار أساسي ما يدخل بغير دولة فقط تركيا بمحاذات الحدود الإيرانية التركية راح يمر ببحيرة مهمة طواريحة معروفين وموجودين وكل عام بيطرحون الطيور طيبة في هذه المنطقة وفي المناطق اللي حواليها هذه جميع الطيور اللي تنطلح في هذا المكان نفسها بتعبر الأراضي العراقية وبتتجه من بحيرة وان أو من اتجاه الشمالي الحدود العراقية التركية باتجاه الجنوب هذا فقط بيبنر بتركيا مباشر باتجاه الأراضي العراقية غير أنه ما يدخل من الأراضي التركية لأراضي السورية لأن يدخل العراق أو مثل ما نقول يدخل الأراضي الإيرانية وبعدين بيتجه باتجاه الأراضي العراقية فهذا الشريان الأساسي اللي راح بيتمثل بخط أساسي يدخل العراق من الحدود الشمالية باتجاه الجنوب من زاخو لدهوك للموصل طال عمركم ويتم متابع مع نهر دجلة باتجاه الجنوب لين يجتمع مع المسار طال عمركم الأول ويجتمع مع الأفرع الثلاثة اللي ذكرناها طال عمركم اللي هي داخلة من البوابة الأذريبيجانية محاذاة ساحل بحر قزوين باتجاه الجنوب كذلك الأمر هذه المسارات طال عمركم اللي حبيت أنوه عليها وحبيت أوضحها بشكل تغريبي ما هو بشكل أساسي وبيكون صورة حقيقية لعبور هذه الطيور لكن بشكل تغريبي ما أقول 100% لكن إن شاء الله بيكون 75% إلى 80% بتكون هذه المسارات أساسية لعبور الطيور بجميع أنواعها أنا ما أحدد فقط حر ولا شيهان أنا أقول جميع الطيور ويوم يجي الدفع فيه مشكل فيه الطيب وفيه النادر وفيه الصغير وفيه الكبير فيه الشيهان وفيه العر وفيه العقاب وفيه وفيه إلى آخرين هذه هم النقاط حبيت أوضحها وإن شاء الله جعل فان وفاقكم النادر أتمنى منكم لا تنسوني من الضغط على اللايك والاشتراك توفعيل زر الجرس ترجمة نانسي قنقر